التفاصيل الكاملة لإصابة محمد منير ونقله إلى المستشفى وتفاصيل وحالته الصحية أزمة صحية مفاجئة تعرض لها الفنان الكبير محمد منير مما استدعى نقله إلى أحد المستشفيات بشكل عاجل حيث كان بحاجة إلى رعاية خاصة ووفقا لما ذكرته مصادر مقربة من أسرة الفنان محمد منير فقد تم نقله إلى قسم المخ والعصاب بأحد المستشفيات الخاصة في منطقة السادس من أكتوبر وفور وصوله المستشفى أجرى الفنان الكبير محمد منير العديد من الفحوصات الطبية للوقوف على تطورات حالته الصحية وتحديد ما إذا كان يحتاج لتدخل جراحي من جديد أم لا خاصة وأنه أجرى جراحة في شهر مايو الماضي وفي وقت سابق كان الفنان الكبير محمد منير قد كشف تفاصيل وضعه الصحي خلال حفل أحياه في شهر مايو الماضي كان جالسا فيه على كرسية موضحا أنه يحيي الحفل وهو مريض ولا يسير إلا على عكاز وأضح منير أنه أجرى جراحة دقيقة في العظام وتحديدا في مفصل الحوض وصفا الأزمة التي تعرض لها بالعنيفة ويعاني منير من حالة حزن طويلة بعد وفاة محمود منير ابن عمه ومدير أعماله وكاتم أسراره العام الماضي وظهر وقتها الفنان المصري وهو يطلق العزاء جهلسا على مقعد وفي حالة نفسية وصحية متأخرة ولد محمد منير في قرية منشيت النوبة بأسوان حيث تلقى تعليمه المبكر وقضى فترة الصبا في أسوان قبل أن يهاجر مع أسرته للعاصمة بعد غرق قرى النوبة تحت مياه بحيرة ناصر التي خلفها السد العالي في أوائل السبعينيات تخرج في قسم الفوتوغرافيا والسينما والتلفزيون من كلية الفنون التطبيقية جامعة حلوان أحب محمد منير ممارسة الغناء كهاو منذ الصغر وكان يحب أن يغني لزملائه خلال فترة تجنيده بعد تخرجه من الجامعة استمع إلى زكي مراد الشيوعي النوبي فأوصى عبد الرحيم منصور الشعر المعروف أنذاك بالاستماع إليه وكبرت الدائرات لتشمل أحمد منيب الذي لم يكن أحد قد سمع به فأخذ في تدريب منير على أداء ألحانه وألحان غيره النوبية ثم بدأ في الاستعانة بكلمات معرفهم من الشعراء عبد الرحيم منصور وفؤيت حداد كانت البداية الحقيقية بانضمام الموسيقي هاني شنودة الذي أضاف للمجموعة كثيرا بألحانه وتوزيعاته غريبة الطابعة بل أنه جلب أعضاء فرقته الحديثة وقتها فرقة المصريين ليرددوا ويعزفوا أغاني الألبوم الأول الذي لم يصادفه النجاح ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر